موسيقى تحية طيبة لكم مشاهدين الأفاضل أحبتي الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأنيث دايلي طبعا ورفت مشاهدين أن برنامجنا يضمن مجموعة من الفقرات لننقل لكم من خلالها أهم الأخبار المحلية والدولية وأهم المواضيع لتهم أفراد الأسرة والمجتمع بأكمله يوم في موضوع العدد رح نطرق إلى الحديث عن تلميذ المقبلين عن اجتياز امتحاني شهادة تعليم المتوسط والثانوي من ناحية التكفل بهم نفسيا وبدوجيا كذلك رح نروح إلى مجموعة من الأخبار المحلية والدولية بالإضافة إلى فقرتي السوشال ميديا والمراتلين بدون إطالة أحبتي الأفاضل نروح إلى فقرة المستجدات ونستهلها بأخبارنا المحلية وفي هذا الخبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر أمس الأحد خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أنواعه برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية ووجود الخدمات وأصدار رئيس الجمهورية بتعليمات عن منحة أولوية لتطوير شبكة سكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وهذا ما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف النقل البضائع والمسافرين وفي خبر آخر ومع حلول تاريخ سب مرتبات الشهرية لكل فئة من الموظفين بما فيهم الموظفي بإقطاع التربية أو العسكريين أو المتقاعدين وغيرهم من الموظفين تتكرر أزمة ندرة سيولة في مراكز البريد والمواصلات والبنوك كذلك بولاية سعيدة فنجد طوابير الانتظار داخل المراكز وحتى امتداد الطوابير إلى خارج المبنى تحت أشعة الشمس بالإضافة إلى تعطل الموزعات الآلية تماما وأحيانا تتذبذب وأحيانا تكون في الخدمة فئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دواودة سيد عبد الحكيم الشارف صراحة بأنه هناك أربعة مناطق ظل تابعة لبلديته الواقع الشرق ولاية تيباذا استفادت من مشاريع تنموية في إطار برنامج النهوذ بمناطق الظل بغلاف مالي قدرة بمليارين ونصف دينار جزائري على غرار بعض المشاريع التنموية البلدية والمشاريع الخاصة بصندوق التمويل نهيك عن المشاريع القطاعية وفي هذا الخبر كشف النائب عن الجالية الجزائرية نوردين بالمدح عن برمجة رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الجزائريين العالقين بإسبانيا وذلك سيكون يوم الجمعة 28 من شهر أوت الجاري من أليكانت نحو وهران وأضاف بالمدح بأنه سيسمح بسفر من الجزائر نحو أليكانت لكل من يحملون الجنسية في دولة من الدول الأوروبية أو بطاقة الإقامة بإسبانيا أو بأوروبا ولو كانت منتهية الصلاحية وكذلك من يحملون تأشيرة التجمع العائلي وفي خبر آخر مشاهدنا الأفاضل دعت نقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين وزير التربية الوطنية إلى تدخل لمعالجة مطالب النقابة في ظل الوضع الصحي المتأزم وتتعلق جملة المطالب بالتسوية الفورية لملف الآيلين لزوال في سلك مساعد التربية ومساعد رئيس للتربية وهو السلك الوحيد الذي لم تتم تسويته بالإضافة إلى ضرورة استصدار رخص استثنائية للترقية إلى رتب أعلى وفق المصار المهني والشهادات المتحصل عليها وكذا الترقية إلى رتبة مستشار التربية نظرا لكم الهائل من المناصب عبر كافة التراب الوطني وفي خبر آخر وزير التربية سيد محمد وجعوت أمضى قرارا يقتضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية ولجان الولائية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية إلى الـ 31 من شهر ديسمبر القادم وتقرر رسميا إسقاط خدمات الامتياز والإبقاء على الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية بسبب استحالة تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء في الوقت الرهي وفي آخر أخبارنا المحلية طريق الوطني رقم 9 رابط بين ولايتي الصيف وبيجاية يشهد ازدحاما مروريا رهيبا بعد الهجوم الكاسح على شواطئ المنطقة التي استقطبت أعدادا هائلة من المصطفين الذين توفدوا دفعة واحدة وهو ما حول هذا الطريق إلى نقطة اختناق اختلطت فيها سيرات سياحية بالشاحنات التجارية أحبتي العفاظل أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى مستجدتنا الدولية ونستهيلها بشركة يابانية حاولت ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات لمواجهة وباء كورونا هذه الأبواب تسمح بعدم ضرورة الأشخاص إلى لمسها وخاصة مع عودة حركة الطيران حول العالم في وقت ما زال يشهد انتشارا واسعا لوباء كورونا وهذا ربما عفوا ما دفع شركة الطيران إلى إيجاد حلول مبتكرة تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بهذه العدوى وفي خبر آخر شكك معلقون السياسيون بالولايات المتحدة الأمريكية في توقيت إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجازة استخدام بلازمة المتعافين من وباء كوفيد 19 لعلاج المصابين به في ظل موسم انتخابي يشهد استقطابا شديدا وكان قد أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء أمس الأحد أن إدارة الأغذية والأدوية أجازت استخدام بلازمة المتعافين لعلاج المصابين بهذا الوباء الذي يسببه هذا الفيروس مؤكدا أن هذا العلاج حقق نجاحات كبيرة ميناء الولايات المتحدة الأمريكية أحبت الأفاضل إلى نيوزيلندا وفي هذا الخبر ماثلاء اليوم الاثنين منفذ مدزرة المسجدين أمام المحكمة العليا في أولى جلسات النطق بالحكم بتهمة قتل 51 شخصا وقال ممثل النيابة خلال الجلسة أن المتهم أخبر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين وأنه كان ينوي الهجوم على مسجد ثالث وأراد حرق المساجد بعد قتل المصلين إلى فلسطين حيث أشدت مصادر فلسطينية أن السلطات تلكيان الصهيوني شددت مساء أمس الأحد قيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم في وقت حذرت فيه حركة حماس من انفجار قادم وصرح مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو أريش بأن وطيرة العمل في معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع تشهد المزيد من القيود التي فرضها الكيان الصهيوني وبهذا الخبر أحباتي على فاظل نطوي مستجدتنا لأنهار اليوم نلتقي بعد الفاصل في موضوع العدد